ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق في مكتبه بالديوان الأميري الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة لعام 2022 واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على تقرير أعمال المؤسسة ونتائجها خلال عام 2021 ومشاريعها الإنشائية والإسكانية والمجتمعية التي تعمل عليها اشتركوا في القناة